موسيقى موسيقى وأما غازي ابن سنجار فإنه تسلق إلى دار أبيه واختفى عنده بعض سراريه يعني عنده أمرأة كانت مملوكة لأبيه إذن غازي قلنا هرب من مكان ومقام الإقامة أرسله شخصا حتى يموه الأمر ويشوش على الفكر ويضيع القضية فأرسله شخصا يدعي أنه هو غازي أرسله إلى الموصل وبعد هذا لم يستقبله نور الدين وإنما خاف من استقباله فذهب إلى الشام ذلك الخادم على أساس أنه غازي أما غازي فتسلق إلى دار أبيه واختفى عند خادمة عند مملوكة لأبيه واختفى عند بعض سراريه وعلم به أكثر من بالدار أكثر من بالدار علموا بوجود غازي في الداخل فسترت عليه بغضا لأبيه هذه الأمرأة هذه المملوكة سترت كانت تبغض الأب فسترت على أبنه على غازي فسترت عليه بغضا لأبيه وتوقعا للخلاص منه لشدته عليهن يعني كانت تتوقع أن هذا سيقتل الأب سيقتل الأمير المؤمنين سيقتل الخليفة سيقتل السلطان سيقتل أباه فسترت عليه بغضا لأبيه وتوقعا للخلاص منه لشدته عليهن فبقي كذلك وترك أبوه الطلب له ظنا منه أنه بالشام فاتفق أن أبا هذا أمير المؤمنين الخليفة الزنكي حام السنة حام الإسلام قاتل الشيعة قاتل الرافضة قاتل الإسماعيلية قاتل السنة من الطواف الأخرى قاتل السنة من الممالك والسلطنات والدول الأخرى التي يدخل معها في صراع قاتل المسلمين هذا أمير المؤمنين ولي الأمر يقول ابن الأثير فاتفق أن هذا أمير المؤمنين أن هذا أن أباه في بعض الأيام شرب الخمر أجلكم الله والعياذ بالله شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائه أي إسلام وأي دين وأي أمير مؤمنين وأي خليفة وأي سلطان وأي ولي أمر وأي إمام وأي إسلام شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائه هذه كلها لا بأس بها لا يس فيها أي إشكال عند التيمية وأبن تيمية المهم عنده الصوفية والشيعة المهم عنده زيارة القبور مدعيا أن هذا من الإشراك وهو سيد المشركين وإمام المشركين ونبي المشركين وإله المشركين وهو قائد المجسمة والمشبهة وأهل الإشراك وهو من أغرب المشركين الذي جعل الله مليارات مليارات الصور غير الشاب الأمرد جعل الإله جعل الرب جعل الله يأتي إلى الناس في المنام في الحقيقة في الدنيا في الآخرة بأشكال مختلفة على شكل الفأر والقرد والهواء والماء والأرض والشجر وحتى على شكل الأعضاء التناسلية والأصنام والشياطين والجن والأمرد والأصلع والأعور والدجال والصليب ومعابد الحرانية بكل الأشكال يأتي لكل الناس وحسب مستويات الإيمان أغرب إشراك وأقبح إشراك وأسفه إشراك الإشراك الملياري ويدعي التوحيد ويقتل الناس على أساس أنه موحد والآخرون قبورية ومشركون هؤلاء هم أئمة التيمية ليس عنده مشكلة هنا كما هو النهج الأموي نساء زنا لواط خمور قبار له غناء رقص ليس عنده مشكلة هنا أما تعظيم الشعائر في زيارة الأولياء في زيارة قبور الأولياء في تنزيه الله باتخاذ الشفاعة وطريق الشفاعة تنزيها لله وإكراما لله وتقديسا لله وإذلالا للنفس الأمارة بالسوء للنفس المذنبة فيتخذ الإنسان الشفيع الولي الصالح النبي الإمام وهو نهج قرآني وهو نهج نبوي وهو نهج رسالي للوصول إلى التقديس الأعلى للوصول إلى القدس الأعلى هذا طريق قرآني هذا طريق نبوي وهو يتخذ طريق الشاب بالأمرد القرد الأقرع الفأر النجس ليس طريقا وإنما هو الإله وينادي الإله وينادم الإله ويسامر الإله على شكل فأره وقرد وطير وقطة وكلب وخنزير وصليب وخشبه وشجره وأمرد وأعور وأقرع إلى مئات وملايين ومليارات الصور ومليارات الآله هؤلاء هما أمة التيمية أمة المارقة ترجمة نانسي قنقر